أول حاجة نحن الآن عدنا هيكلة الوزارة بشكل متطور وحديث جدا يعني درنا هيكلية الآن عجمدت رأنا نحكو على إدارات عمرها ما دخلت لليبيا الصحة النفسية، الصحة السلوكية، إدارة التحول الرقمي، إدارة الصحة الإلفترونية أشياء حديثة جدا واشتغلنا بناء على التوصيات المقدمة منظمة الصحة العالمية السابعة التي كانت في 2012 يعني المنهجية التي استخدمناها الآن والوصف الوظيفي لكل شيء إحنا طبعا الإصلاح لا يجيش في يوم وليلة فبدأنا من الوزارة الآن الهيكلية والآلية التي تشتغل بها الوزارة تشتغل بشكل ممتاز جدا بدأنا في تجميع البيانات على العديد من الأمراض درنا منظومة للأورام، دايرين الآن منظومة للكيلغريب تنتهي منظومة إن شاء الله ستبدأ لمرضى العقل وحتنطلق الأيام القادمة وهذه نبيك إن شاء الله لو تسمح وقتك مرة تانية لازم نحكو عليها منظومة خاصة بتجميع جميع الأمراض المزمنة في ليبي الكلام هذا راهو أنا أقول لك أنت تعرف أنت إنسان علمي وإنسان محاسبي البيانات هي أهم شيء البيانات الآن في ليبيا غير موجودة أنا أقول لك ما معنى البيانات غير موجودة؟ يعني ما عندكمش مثلا عدد المرضى السرطان عدد مرضى السكر عدد المرضى أبدا يعني نفس اللي خشيت عليها في وزارة التعليم قبل أنت تقول ما تعرفش عدد المدارس وكذا قاعد يطبق على وزارة الصحة اليوم خلي نقول لك خلي نقولها لك باختصار لا أحد يقول لي الآن وأتمنى إذا كانها موجودة بالله يبقوا يبلغنا بس باش ما نكونوش ظالمين لا نعرف كم عدد مرضى الأورام اللي عندنا ولا كم عدد مرضى السكر ولا كم عدد مرضى القلب ولا كم عدد مرض أي نوع من الأمراض با كيف يجبوا في الدويات إذا كان ما يعرفوش عدد الناس هذا هو آريت ها وج بدأت جاءت للسؤال اللي المثالي إحنا الآن نظمه في الأمور باش أول شي نجمع البيانات نحط الهيكلية الألية الصحيحة البيانات اللي بتجيبها هل فيه تعاون بينك وبين ترابلس لاعتماد هذه البيانات والله نعمد ونحن نستخدمه في منظومات على الانترنت اللي هي يعني زي ما المنظومة مثلا هذه متاحة للجميع يعني اللي عندها مرض مطلوبية سجلة ونتعامل مع بعض المستشفيات أكيد بالنسبة للمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية مثلا نحكي لك على منظومة الأورام تم تسجيل كل المرضى اللي هما يترددوا على المراكز الأورام في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية من المنطقة الغربية يتواصل معنا بعض المراكز ويعطو فينا في البيانات لأننا الحقيقة في المنظومة الأولى هذه اللي أنشاناها كانت فيه فرق تمشي للمراكز هذه وتجمع في البيانات الآن بدأنا نأخذ فيها من منطقة الغربية هذه ستكون متاحة على النت بشكل إن شاء الله قريب وتكون أي واحد عنده شيء يقدر يسجل حتى بنفسه